اشتركوا في القناة ببساطة ومن ثم نقوم بتمرين في فيديو اخر بحول الله هنا عندنا حالتين الحالة الاولى اما انه يعطيني المعطيات خارج الجدول ويطلب مني ملء الجدول او لا يعطيني اي شيء فقط الجدول من خلال الجدول يقولي اكمل نكمل اذا في هذا الحالة رح يكون المعطيات داخل الجدول انا فقط استخرجها اللي احنا رح نبدالكم بالحالة هذه ثم نصعدون الحالة هذه هنا ابنائي لاحظوا هنا لدينا عدد القصص فيها بعض الاعداد هنا ثمن القصص ايضا فيها اعداد وتوجد خانات فارغة اذا دائما لما يعطينا المعطيات في الجدول لازم يعطينا خانة تكون مملوئة في السطرين يعني السطر هذا وهذا يكون فيهم العدد انا من خلال هذه الخانة عفوا من خلال هذه الخانة استخرج وماذا استخرج كينا حاجة اساسية في التناسبية استخرجها هو معامل التناسبية وش معامل التناسبية وش معناه معناه علاقة هذا السطر بهذا السطر مثل ما ذكرت ابنائي بسيطة جدا اني اقسم هنا لدي ثمن ثلاث قصص ثلاث قصص تسعون دينار جزائري ما هو ثمن القصة الواحدة نقسم تسعون على ثلاثة نفس الشيء هنا انا عندي ثمن القصص مياه وثمانية وتسعين هنا رح نخرج معامل التناسبية وعندي هدد القصص ستة اذا اقسم مياه وثمن وتسعين على ستة انا اجريت العمليات ابنائي خارج الفيديو كي لا اعطي وجدتها ثلاثة وثلاثين اكتبوها هنا واكتبو العلاقة بهذه الطريقة يعني منا من هذا السطر لهذا السطر اقسم تقسيم لكن من هذا السطر المعامل يبقى نفسه لكن من هذا السطر لهذا السطر اضرب لما نتاجه منه لما تكون عندي المعطيات منه منه نهز المعطيات من هذا السطر بهنوجد العدد اللي هنا ماذا قلنا قلنا أقسم لكن لما تكون عندي المعطيات كما هذه مثلا 30 وأبحث عن المعطيات اللي هنا أضرب نبدأ والآن نطبقه أنا الآن لدي يعني هنا 1 يعني 33 هذه بسيطة الآن 18 18 أضرب 18 في 3 دائما نستعمل معامل تناسبية 18 في 33 وجدتها 500 أنا قلت لكم أنني أجريت العمليات و94 الآن أعطاني المعطيات في هذا السطر يعني أقسم 792 هو 8 قصص الآن حال نبحث هذه 792 8 كم قصة أقسم 792 تقسيم 33 كم تساوي تساوي 24 الآن أبحث عن 38 قصة بسيطة جدا وممتعة هذا الدرس درس تناسبية ممتع جدا الآن 38 قصة قصة كم أضربه أضرب في ثمن القصة الواحدة اللي هو 33 أجدها 990 الآن آخر عدد لدينا ثمن مية عفوا 1386 هو ثمن كم قصة إذن أقسم أقسم فأجدها 60 هذه الأولى الآن نذهب إلى الحالة الثانية حينما يعطينا المعطيات خارج الجدول أعطانا المعطيات خارج الجدول ليحضر المعلم ست مسائل يلزمه أربع صفحات ست مسائل يلزمه أربع صفحات إذن هنا لازم نبحث على معامل التناسبية ست مسائل يحضرها في في ماذا في أربع صفحات إذن أقسم ببساطة ستة على أربعة ها هي ستة على أربعة هذه ستة على أربعة ما أعطيها ليش في الجدول أبحث عنها خارج في مسودة أجدها كم أجدها أجدها 1.5 هذا هو معامل التناسبية هذا هو معامل التناسبية إذن في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه هنا أعطاني جميع الخانات هنا سيكون لي اتجاه واحد باستعمال عامل التناسبية وأحسب ببساطة شديدة هنا ستة قسمتها الأربعة الآن قلنا في هذا الاتجاه تقسيم ستة وثلاثون لما يكون عندي ستة وثلاثون كم يلزمه من صفحة تقسيم واحد فاصل خمسة إذن تساوي أربعة وعشرون عندما تكون لديه ثلاثون مسألة كم يلزمه يلزمه عشرون عندما تكون لديه ثلاثون مسألة تلزمه عشرون صفحة عندما تكون لديه إثنى عشرة إثنى عشرة مسألة كم يلزمه من عدد الصفحات ثمانية وهنا بسيطة جدا عندما تكون لديه ثلاث صفحات نقسمها على واحد فاصل خمسة نجدها اثنان هذه طريقة من طرق التناسبية أبناء التناسبية هي عدة طرق هذه هي الأبسط والأسهل اللي من خلالها تقدروا تفهموا طرق أخرى بحول الله نتمنى تكونوا استفدتوا ولو القليل كل من استفد يترك بصمته بتعليق أو لايك لتشجيعنا على المواصلة على المواصلة عفوا نقلكم في أمان الله ونلتقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة